قطع الأنترنت لحفظ الأسئلة الوزارية يكبد العراق خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات وتمثل ما قدره 0.5 من الناتج الإجمالي المحلي مع إيقاف بنسبة 20% من الاتصالات عبر الشبكات المحلية عن طريق خدمة الأنترنت وهو بحسب مختصين انتهاك لحقوق الإنسان ساعتان من كل امتحان وزاري والتي تعادل بجمعها يوما كاملا إجراء أثار امتعاض المواطنين سيما أن منهم من يعتمد على الأنترنت كوسيلة للكسب المشروع إضافة للشركات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والطبية التي تتكبد خسائر يومية بصراحة يأثر على الشركات الخاصة وحتى الشركات الحكومية قطاع الخاص أو قطاع العام وإن شاء الله يتمنى أن هذه المشكلة تنحل ليس طبيعي أن توقفوا لأنترنت لمدة ساعتين فقط أن تتهرب الأسئلة زي أنت لا تحل المشكلة من الأساس أصحاب العمل هم يبدون حياتهم من الساعة 7 أو 6 يبدوا يشتغل ويتوكل على الله هو هذا الإنسان أنت الصبح هو الشغل فأكيد ستأثر عليهم وأكيد سنقول ممكن هذا الزبون يتصلوا إلى الزبون يحاول يتواصلوا إلى الزبون مثلا ما يقدر لأنه ليس لدينا أنترنت لأننا أغلبنا نعتمد على أنترنت ويجد آخرون أن التكنولوجيا المتقدمة في دول العالم تعتمد لحفظ البيانات الورقية وغيرها من المستندات الألكترونية ومنع تسريبها دون قطع الأنترنت عن الجميع ويمكن ابتخاذها وسيلة لحماية الأسئلة من التهريب في العراق بدل إيقاف الخدمة بشكل تام والله هو الضرر يصب بعض الناس لأن هناك شركات وأكو عمال بيجات هذا كله دي يأثر عليه أرزقهم يعني على وزارة التربية على المدرسة أجل بها يمتحون طلاب سادس أخلي أجهزة تشويش أخلي أجهزة تقطع الأنترنت هذا العالم كل شي متوفر بيها سحاليا وأجهزة متطورة أقدر بها أقطع الأنترنت عن المدرسة وعن الصف الجايم تحنون بيطلق انتهاك لحقوق الإنسان وتأثير على أرزاق من يعتمدون على الفضاء الألكتروني لكسبقوتهم اليومي مطالبات بضرورة التدخل لإيقاف القرارات الوزارية التي تفرض قطع الأنترنت عن العراقيين لحفظ الأسئلة من التسريب من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة